مصر والسودان وإثيوبيا مقترح حول آلية فضل النزاعات بأن تكون هناك وساطة ملزمة لكل الأطراف التي تفض النزاعات مستقبلا بالإضافة إلى عدد من النقاط الفنية طبعا معظم هذه النقاط حوالي خمس نقاط فنية تتعلق بالملء والتشغيل وهيدروجينية النهر وموضوع المعلومات التي يجب تبادلها بين الأطراف المختلفة فتتركز هذه المسودة التي قدمها سودان في هذه النقاط السبع الآن التفاوض يجري على المستوى الفني والقانوني لدمج هذه المسودات طبعا كل دولة لديها رؤيتها ولكن هناك تقارب كبير واتفاق في المواقف ما بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من الناحية الأخرى حيث يصر السودان إلى جانب مصر بضرورة أن يكون هذا الاتفاق قانونيا وأن لا يلحق ضررا بأي واحدة من الدول خاصة أن موضوع تشغيل سد النهضة وملء سد النهضة هي من الأمور التي تحتاج إلى اتفاق كامل وإلى تبادل معلومات لأن تأخذ الدول سواء كان مصر والسودان الحيطة والحذر فيما يتعلق بالنهر وبتشغيل السد والبوابات وغير ذلك من الأمور الفنية ترجمة نانسي قنقر